السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة عن الزكاء الصناعي لي عزيم الشرف طبعا ان انا اكون متواجد في محاضرة مع معهد هندسة تكنولوجيا التيران واشكر الدكتورة اجهاد على تحت الفرصة دي المحاضرة دي بمناسبة اليوم العالمي للعمارة هو بيكون اول اتنين في شهر اكتوبر كان السنة دي يوم سبعة اكتوبر والاتحاد الدولة المعماريين رفع شعار العمارة من اجل الاجيال القادمة عشان تكون دعوة لتخطيط وتصميم مدن انسانية اكثر خضرة وصديقة للبيئة. انا اسمي عمر سليم وان شاء الله هنبدأ معكم في تعريف الزكاء الصناعي وايه هو وايه انواعه. وبعد كده هنتكلم ازاي ان احنا استخدامه في مجال العمارة. طيب الزكاء الصناعي بقى حاجة اساسية. يعني مش خيال علمي. مش حاجة لسه بنفكر هتحصل ازاي. لكن هو موجود حاليا في كل مبايلات حاليا يعني كل مبايلات بقى فيها لما الايفون بيبقى فيه سيري الاندرويد برضه وجوها الزكاء الصناعي ممكن تسطى باي تطبيق هتلاقي فيه الزكاء الصناعي عندنا كوبايلوت عندنا شات جي بي تي عندنا جيميناي حك كتير جدا. السيارات ذاتية الكيادة بقت موجودة في اغلب في شوارع كتيرة دلوقتي. دلوقتي ممكن مثلا العاب كتيرة بيبقى فيها زكاية الصناعي. لانما انت بتلعب قصود زكاية الصناعي لانما بيكون مساعد ليك. دلوقتي فيه بيوب كتيرة جدا بيبقى فيها جهاز بيحوالها لزكاية الصناعي تقدر تحكم في كل حاجة في البيت. فهو بقى حاجة موجودة. نحاول نحن نتعامل معاها ونحاول نحن نتفهمها ونحاول انها تكون صديقة لينا مش منافسة لنا. طيب ايه هو الزكاية الصناعي? لو احنا جينا كده اسمناها زكاء يعني فتنة بقدر الصرف مع الحاجة بقدر ان انا اتعامل مع الحاجة. لو في اي مستجدات حصلت اقدر ان انا اتعامل معها. طيب الاصطناعي ان الكمبيوتر يحاول يفكر زي الانسان. يعني الالة تحاول ان هي تحاكي العقل البشري وتفكر زي وتكتشف وتستفيد من تجاره السابقة. يعني ممكن يكون في برنامج مش زكي او يعني برنامج عادي برمجت على شوية حاجات. لو لقى حاجة جديدة بش يقدر يستطرف معها. انما مع الزكاية الصناعي في حاجة جوا الزكاية الصناعي اسمها التعلم الالي. يتعلم من كل حاجة انا بعملها. اول ما بعمل حاجة بيبدأ ان هو يخلي باله ويبدأ ان هو يتعلمها. ويبدأ ان هو يضيفها للمهارات اللي هو يعرفها. فقدرة الالة على العمل والتفكير زي الدماغ البشري. دي هي الزكاء الاصطناعي. طبعا من الزكاية الصناعي ليه بدايات قوية جدا. من اهمها اثناء الحرب العالمية التانية. الان تورنج اخترع الى تفك شفرة الزكاء. تفك شفرة الكود اللي المانيا كانت عاملها. المانيا كانت عاملها كود معين. شفرة معينة ما كانوش عارفون يفكوها او كانوا يفكوها بعد اسابيع. وهي بتتغير كل يوم. فما كانش حد قادر يفهمها. فلذلك اخترع الالة بحيس انها تفكر وتفك شفرة على طول بحيس ان هما يقدروا يستفادوا منها ودي كان من اسباب ان هما كسبوا الزكاء. كسبوا الحرب العالمية التانية. وبرضو صدام الزكاء الاصطناعي في تطوير المعادلات في الكنابل اللي لوكات على الهرشيما والنجا زكي. من ضمن الحاجات برضو قوية في تاريخ الزكاء الاصطناعي الف سمائة سبعة سعين. في كمبيوتر اسم ديب بلو. ده حسب خارج اي باما عملاته. تغلب على بطل العالم في الشترنج. ودي كان حاجة قوية جدا وساعتها بطل العالم في الشترنج قال افضل حاجة ان انا وزكاء الاصطناعي نعمل تيم بطريق مع بعض ونفكر مع بعض لكن الانسان هو اللي ياخد القرار. يعني زكاء الاصطناعي يفكر معي ويدينا احتمالات وا 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 وا. لكن اللي ياخد القرار هو الانسان. يعني لو فيه مسلا اه هنصمم بيتي بل زكاء الاصطناعي ساعدني. لكن اللي ياخد القرار هو الانسان. لان هو ممكن ان زكاء الاصطناعي يكون بيفكر في حاجة مش صحيحة. فلازم انا افهم منه وبيفكر في ايه. وانا اللي هياخد القرار. ممكن يعي اقول لك انا اعمل بيت حلوة قوي بس ما فيهش بواب والشبابيك. مش عايزين نختلط بالجران مسلا. فمش عايزين اي افتكاسات. عايزين اني بقى الحاجة كده ايه. اه نستفاد من القوة بتاعتها من غير ما ننزر نفسنا. قال لان تورنج كان عمل اختبار. قال لك لو انا اتصلت بحد وعدت تكلم مسلا نصف ساعة ومكتشفتش ان ده ايلة. يبقى ده كده نجح في الاختبار. برضو مدام من تاريخ الزكاء الاصطناعي اللعبة اسمها ويكي. طبعا النوت الصيني مش متقنه فمش عارف بتنس ازاي. اه اش الشترنج بيبقى فيه كل قطعة بتحرك 20 حركة. انما اللعبة دي بتبقى 200 حركة. فالناس المبرمجين لللعبة دي مش عارفون الكواعد. يعني اللعبة دي مش مشهولة في امريكا مشهولة في الصين. فاللي برمجوها مش عارفون الكواعد. طب برمجوها ازاي? ما برمجوهوش. اما خلوه يتفرج على اللعبة كتيرة جدا. مباركة جدا. بحيس يستمتج الكواعد بتاعت اللعبة. يستمتج الخطط. يستمتج الجاسة لحد ما يقدر فعلا انه هو يغلب بطل العالم في اللعبة دي وكان يعني كان هو الصيني لعب حركة معينة كان رقمها 36. فالزكاة صناعة لعب حركة 37. هم حاسوا انها الحركة غبية او هتخسروا اللعبة. لكن في وجه ان هو ابتقر حاجة ما كانوش فكروا فيها و ما كانوش يعرفوها وما برمجوهاش. خليته كانو مثلا بيضحي بالوزير عشان يكون الملك. زي الشطرانج كده. فالحركة دي قعدوا يستغربوا ازاي ازاي خطأ اخطأ. خطأ كبير زي كده لكن الحركة دي خلته هو اللي كسب في زكاة الصناعي كسب في اللعبة ديت. فالزكاة الصناعي ضيق اللي هو بيشتغل على الحاجة واحدة زي انه يلعب شطرانج او يلعب اللعبة الصينية. في زكاة تاني اللي هو بيقدر يعمل حكترة جدا زي الشازي بتي. وفي الزكاة الفائق انه هو يفكر افضل من اللسان ده لسه موصل نورش. وربنا يستر. طيب من ضمن الحاجات اللي جوه الزكاة الصناعي تعلم الالي. تعلم الالي عبارة عن ايه? ان الالة تتعلم منك. وكل ما بتعمل حاجة بتبدأ التعلم منك. ممكن تتدي له كمية كبيرة جدا من داتا هو يدر ان هو يفهمها ويتعلمها. دي حاجة مهمة جدا. لانه هو ممكن تعلم حاجة احنا نفسنا ما نعرفهوش. تمام? يعني احنا باش واخدين بالنا من حاجة معينة هو يخلي بالهم منها. طيب ازاي? يوجد عندي تلات انواع. انواع كتيرة لكن بهمهم تلات انواع. super fast learning ان انا ادي له الحاجة واقول له دي كزا. وادي له حاجة اتنى واقول له دي كزا. وابدأ ان انا اشرح له حاجة حاجة. وفي unsuper fast learning ان انا بتدي له داتا كتيرة جدا. هو يبدأ ان هو يقسمهملي وانا بس ادي له label او اددي له اسم للحاجة يبدأ انه يشوفه. في نوع تاني ان انا سوى علعب reinforcement learning. يعني خليه يبدأ ان هو يشوف الحاجة. ويجرب ولو اخطأ بيخسر نقط ولو كسب بياخد نقط وبكده هو يبدأ يتعلم مع نفسه. ان انا ادي له تفاح وقول له تتفاح. ادي له موز وقول له ده موز. كل حاجة ادي له الاسم بتاعها فلو ديته حاجة جديدة يقدر ان هو اتعرف عليها. الان انا بتدي له كل حاجة وهو يبدأ ان هو يقسمه وانا بس ادي له بحيث انه بعد كده يتعرف على الحاجة بسهولة. تمام? ده ممكن ادي له مثلا السوبرفاست ليرنج ادي له بيوت معينة اقول له ندي فيلل وبيوت تانية اقول له ندي بيوت ساكنية او بيوت عمل او مكاتب فيقدر ان هو يفرق بينهم لو قدته اي سورة تانية. الان سوبرفاست ليرنج بدي له كل الصور ويبدأ يحطوهم لي في مجموعات ونبدأ افرق بينهم. زي مثلا ده برنامج بسيط جدا مفوش اي حاجة خالص غير ان انت بتاخد كمية كبيرة من الصور. تمام? ممكن تشغل فيديو وتخلي تصور صور كتيرة. وتقول له دي كزا. يعني مسلا صورت صور كتيرة جدا وقلت له دي صور حمام سباحة. وصورت له صور كتيرة جدا وقلت له ده بحر. وصورت له صور كتيرة جدا وقلت له ده النهر. بحيس بعد كده ما تدي له صورة يبدأ ان هو يفرق. هنا مسلا الرجل استخدامه في ان هو يقول له ان دي انواع النباتات. ممكن واحد تاني يقول له ان دي انواع الامراض اللي بتسيب النباتات. اول ما بتبدأ شغل الكاميرا بيبدأ ان هو يتعرف على الحاجة. وفيه تطبقات كثيرة جدا بالشكل دوت. هو بيبدأ يتعلم مع نفسه ومع ان انت كل ما بتصور صورة بتقول له نوعها ايه. فاصبح عندي برنامج متخصص في حاجة زي كده. فدي تكنولوجيا عالية جدا. ممكن مسلا تصور الفكهة المصابة والفكهة السليمة. ويبقى عندك خط انتاج مصنع. بيبدأ ان هو يحط الحاجة السليمة في ناحية واللي مش سليمة في ناحية تانية. فليه استخدامات كثيرة جدا. ويبقى سهل جدا في استخدام. الحاجات دي زمان كانت محتاجة كمبيوترات عالية جدا. محتاجة برمجة عالية جدا. دلوقتي زي ما انت شايف. البرنامج محتاجناش ان احنا نبرمج حاجة. هنبدأ له صور وخلص. طيب التعلم العميق. ان هو بيكون فيه خوارزميات معينة. افكار معينة. يبدأ ان هو يتعمك في الحاجة. بيبقى فيه خلايا عصبية كثيرة موجودة زي الخلايا العصبية اللي موجودة في الانسان. وان كانت ابسط. بحيس ان هو يقدر يستمتك حاجات احنا نفسنا ما تبرمجنوش عليها وما ننوش عليها. فده حاجة جوه المشيل ليرنج يعني عندي زكاة الاصناع العام. ارتفايشل انتليجنس. بعد كده عند مشيل ليرنج. تعلم القالي. وبعد كده ديب ليرنج. التعلم العميق. ديب ليرنج بيعتمد على الخلايا العصبية بتكون. تبدأ تديله اي صورة فيبدأ ان هو يكتشفها ويبدأ يقول ان دي مثلا بقرة وخلفها كذا وخلفها كذا. من خلال الخلال العصبية بيبدأ يحلل اي معلومة بتجيله ويبدأ ان هو يستنتج حاجات. طيب. التعلم المعزز. ان انا بخليه يرائب الحاجة ويبدأ ان هو يلعب ويجرب ويبقى فيه مكافأة وفيه عقاب. لو فيه مكافأة يبقى يكمل. لو فيه عقاب هيقف. زي اللعبة دي. لعبة ماريو احنا ما ببرمجنوش عليها وما قدنوش امتى يكسب ولا بتاع. لكن هو لما بيخبط في حاجة ويكسب. بيتعمد ان هو يعملها تاني. لو خبط في حاجة ومات يبدأ ان هو يتجنبها تاني مرة. واحنا ما عرفنوش حاجة في اللعبة دي. احنا مجرب بس خلنا نلعب. هو بيبدأ ان هو يكتشف. طيب. زكالي صناعة بقى جوة المجال القطاع المعماري. باعتمد ان انا عندي خوار رزميات. ببدأ برمجه على الحاجات معينة عشان يفهم الحاجات المعمارية. وعندي بيك داتا. يعني لو انا ما عنديش داتا قوية. ما عنديش معلومات كتيرة. ما عنديش نمازج كتيرة ضربوا عليها. مش هيقدر ان هو يفهم كل حاجة. يعني لو انا مسلا عامل برنامج يكتشف اذا كان بتحماس سباحة ده فيه غرق او مش غرق. لكن الناس بتحماس سباحة ماردوش يشاركوا البيانات الخاصة بتاعتهم. هو ما تبرمجش عليها. فيحصل عنده ضعف شوية او مش هيقدر ان هو يكتشف في الحاجة. انا بديكم ساني. يعني لو انا برمجته يعني واحد يقول لي مسلا لا ده هو مش كاف كذا. لان هو ما تضربش عليها. لو اتضرب. لو اديته لوح كتيرة فيها اخطاء. وقولت له اخطاء ايه وبدأ يتعلم عليها هيبقى قوي في النقطة دي. فهي الفكرة كلها ان هو يتضرب بشكل قوي. يعني هو اصبح قوي في المجال الطبي. نتيجة ان مستشفى كتيرة مضوا عقد وبدأوا ان تشاركوا البنات بتاعت الداتا بتاعت المرضى. فهو ده اللي خلاها يبقى قوي في المجال الطبي. تمام فهما الاثنين اللي موجودين هيبقى عندي قوة جدا في الذكاء الاصناعي ده مسلا هي. ده موقع ممكن تجربه. ده كل عليك ان انت هترسب مسلا الفلور ولو عندك فويد هتقول له انا عايز اعمل فويد عندك مدخل هتقول له مدخل من حياة دي شباك من نحيا دي. فيبدأ يعمل لك تصميم بالشكل دوت. وبعد كده ممكن لو انت عايز تعمل تحليل للنارة وتحليل للهوة كل الحاجات دي سهل جدا ان انت تعملها. طيب من ضمن الحاجات القوية جدا اللي هو الذكاء الاصناعي التوليدي ان انا ممكن اددله داتا واقول له ولد لي حاجة مش موجودة يعني ولد لي تصميم لفيلة مسلا معينة او ولد لي تصميم اعتمد على بيانات زواء حديد. زواء حديد ناس كتيرة ضربوا عليها فعشان كده هيديك نتيجة قوية. انما لو اديته اسم معماري ممكن يكون قوي لكن مش مشهور مش معروف ما تضربش عليه. هيجيب لك حاجة مش هتعجبك. يعني الناتج نفسه مش هكون قوي. ده مسلا ده تحليل المخاططات مصنع. ده العمل تحليل دوت ناس مصريين شركة اسمها كونيكس. عملوا تحليل مشاريع هندسة معمارية في فترة طولة جدا. فاصبح حاجة قوي جدا. ياريت ان انت تدخل وتجرب. ساب لكم اللينك هنا. وساب لكم اليوتيوب بحيس ان انتم تجربها بنفسكم. تقدر تختار قطعة ارت. تمام? وتقول له انا عايز اقسم الفيلة. فيبدأ يعمل لها تخطيط ويبدأ يشوف انت مسلا عايز اه يكون في اربع سلاير او اربع غرف نوم او صالة او مطبخ مطبخين. يبدأ ان هو يعمل لك الحاجة ديت. هو بيبدأ يعمل تصمات كتيرة جدا ويكترحهم عليك وانت تشوف افضل تصميم. بعد كده ممكن نصدرهم لك او توكاد و بدي اف زي ما انت عايز. ده تصميم برضو طبع شركة كونيكس. برضو دراسات بقية. ومن خلال التصمات البقية دي قدروا يوفروا بنسبة تمامين في المية من الطاقة. لانهم قدروا يعملوا دراسة لعشعة الشمس والحرارة. دي برضو احد التصميمات. خلينا كمبيوتر يصمم لنا افضل تصميم للدرون. برضو خلنا يعمل بعض التصميمات للكباري. افضل تصميم لكبري. افضل تصميم لسد. فبيبدأ يعمل تصميم ويعمل له محكاية ويبدأ شوف افضل واحد فيهم هينجح في الحاجة دي. افضل تصميم مثلا الحاجز او الحيطة او 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 او. ففي حاجات كوية جدا نحن نقدر نستخدمها عشان نقدر نوفر وقت في التصميم ونعمل تصمات قوية ونقدر نحن نتأكد منها. ممكن تعمل تصميم لكن ساعة التنفيذ تلاقيه مش بيقدل غرض. طيب من دين الحاجات الكوية في الذكاء اللي صناعي واللي هو منتشرة جدا واللي الناس كلها بتستخدمها large language model او LLM. زي شات جي بي تي. شات جي بي تي. انا بستخدمه كتير جدا يعني ما بيعدش يوم غير لما الواحد بيدخل ليستخدم شات جي بي تي. او البدل بتاعته جيمي لاي كوبايلوت الحاجات دي كلها. الجميل ان انت بيش لازم بتاكتب كود انت بتكلمه بالصوت يعني بتفتحه وتكلمه صوت او بتكتبله كلام عادي ويبدأ ان هو يجاوبك. يعني كان فيه مشروع في بلد تانية فانا البلد دي انا يعني معرفش الثقافة بتاعتها فولتله طب هاتلي البلد دي انا عايز اعرف الاهم حاجات المعمارية اللي موجودة طب حلال لي اللوجو بتاعهم او حلال لي العلم بتاعهم عشان اشوف المفردات اللي ممكن احولها لحاجة معمارية. فالحواسيب اصبحت تقدر تعتمد عليها اصبحت قوية غير الاول فتقدر تعتمد عليها ان انت تخليها تعمل لك اه تصميم طيب. خلنا نشوف الحاجة دي لسه جديدة اللي انا ورهلكو دلوقتي لسه من كم يوم. تمام. اه هنا بزكاء الصناعي تقدر ان انت تستعين بي في ان انت تدي له اه لوح كتيرة وتقوله اكتشيف لي الاخطاء اللي موجودة في اللوح دي وده مش اللي احنا بنطمح ليه احنا هنطمح لحاجة اعلى من كده بكتير. تمام? اللي بعيتلي الحاجة دي يا المهندس مصطفى قبرى. صور طيب. فانت ممكن بعد كده ترفع له لوحة معينة وتقول له يوجد لي الاخطاء دي. حتى رفع تلي صورة او بدي اف او اي حاجة يقدر ان هو يفهمها وقريبا هتكون موجودة. اه جوه ال الريفت وجوه الاتوكات وجوه كل البرامج الهندسية. تمام? فدي بقيت حاجة موجودة دي لسه نازلة قريب من كم يوم. طيب عندنا دي امثلة للحاجات كلها هسيب لكم الباور بويند وحس لو حد حابب ان هو يسفد منها. ومسلا في موقع اسمه كاتب ده موقع بالعربي. فاذا كنت صناعة زي ما شفنا كونيكس في كاتب في المال. في موقع كثيرة جدا اللي عملها عرب ومصيرين زي انا. ف يا ريت نحن هنبدأ نشوفها. في كاتب وفي اونس دوت اي اي وفي عرب جي بي تي تقدر تجربهم وتشوف ان الديك نتيجة افضل وتعتمد عليها. طبعا في موقع كثيرة جدا بتدي له تيكس تيديك صور ويديك فيديو. يعني اصبح ممكن تدي له صور وممكن تدي له فيديو. قريبا هي تدي له القصة ويطلع لك فيلم. يعني شفت حاجات قوية بتدي له بروميت بسيط. كتبت له مثلا اسم قصة. تمام. رجال رجال من الشمس او رجال في الشمس. لغسان. وعمل لي فيديو. عمل لي فيديو بيحكي الكصة. انا محكت لهش قصة. انا اديته اسم الكصة ودور عليها وبدأ يعمل لي فيديو. فهدو اربعة خمس دقيق. فكت حاجة مبهرة جدا جدا يعني فوق الوصف. فدي الفكرة بقى ان انت ازاي هستخدمها في الهندسة في الحاجات المعمارية. اه في موقع كثيرة دي اللي احنا نتكلم عليه. ده من افضل موقع اسمه بروم اي اي. الموقع ده ممكن ادي له شخبطة حاجة مرسومة بالاروموسوس. يعمل لها بشكل رائع. بروم اي اي. تمام? كل عليك بس ان انت تدخل بالحساب بتاعك بالاكاونت بتاعك. تمام? اهو. وتبدأ بترفع له اي صورة عندك. يبدأ ان هو يعمل لها رندر سواء من منظر داخلي. موقع خارجي. سكيتش. تيكستو فيديو. كل حاجات دي بيبدأ ان هو يعملها لك. تمام? فده من افضل موقع اللي انا بعتمد عليها. فيه شغل كتير جدا. اهو. دي مسلا انا رفعتها له بالشكل دوت راح اعمل لها رندر عالي جدا. ممكن تعمل لها شير ممكن تعمل لها برفيو داونلود قبل ان تعمل لها داونلود. ممكن تعمل لها ايديت. كل عليك ان انت بترفع الصورة. خلينا نشوف كده مثال. دي لادوات اللي نكون اتباعاتها. تمام? بقى دي بيوريك الصور اللي هو بيعملها. الاسد. مجرد ان انت بترفع اي صورة بيبدأ ان هو يعمل لها الرندر بالشكل دوت. يعني دي كده حاجة ابد واسود هو اول طول مسلا دخل لها منظر قديم. فبقى قبل منظر قديم. في حاجات تانية اول طول خليها كارنها كاميرا حديثة. فبيبدأ ان هو يعمل لي الاشكال زي ما انا عايز. ومنظر داخلي وخارجي زي ما انت عايز. دي كلها مواقع كتيرة جدا تقدر انت تجربها. ادوب فايرفلاي دا موقع طبعا شركة ادوب. ففي حاجة كتيرة جدا. يعني ممكن ترفع له مسلا سورة واحد. لابس قميس ومطلون قل له لباسه جلبية لباسه بدلة زي ما انت عايز. ممكن ترفع له صورة كون فيها جزء صغير وتقول له تكبر لي الصورة يبدأ ان هو يجب لك اللي حوالين الصورة. ده موقع اسم ستايلر برضو احبت شغل بتاعه بيعمل شغل عالي جدا. فهو محتمت عليه برومت. برومت يعني ايه ان انا بكتب له كلام. لو انا مثلا عايز اعمل صورة. ما قلوه اعمل لي فيلا وخلاص. اقول له فيلا على الطراز المسلا المماليك زي بين الاسرين. يعني اصف له الحاجة. وقول له الستايل. وقول له نوع العدسة بتاعت الكاميرا. وهتصورها مثلا عن النملة عن النصر زي ما انت عايز. ابدأ دي له الوصف عشان يديك شغل كويس. وقول له تخيل ان انت مهانتس معماري. واسأل السؤال انت عايزه. كلمة تخيل ان انت مهانتس معماري دي بتفرق كتير جدا 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 في الشغل بتاعهم. ده برضو موقع حلو قوي. تقدر انت اتجربه. بيعمل لك صور هايلة. دي عملنا في جامعة المنصورة. ان احنا ادنا له صورة للهرم. وقالنا له تخيل ان فيها جليد. وقالنا له صورة لجامعة المنصورة. وقالنا له تخيل انها تعاملت باكتر من متاريا المختلف. بدأ انه يعمل حاجة بشكل رؤى. ده كان تحت اشراف الدكتورة بمونة الوزير. هي اللي شجعتنا ان احنا نعمل تجربة كتيرة وداتنا الفرصة ان احنا نطور في الشغل بتاعها. طيب ده بقى حاجة روعة جدا. يعني انت بش تخيل غلما انجربها بنفسك. اللي هو بتستفد. ان انت بتقول له انا عندي مثلا حيطة ارض وعايز اقسمها. فبيبدأ يعملك تقسمك كتنة مختلفة. وانت تبدأ ان انت تجرب وتشوف اني واحدة فيهم. ويقول لك كل واحدة فيهم هتبقى احسن للبيئة. احسن لكذا. تقدر تكسب منها اكتر. فبيعملك مليون تأسيمة وانت تبدأ تختور وتبدأ تقول لا انا مش عايز الشكل ده انا عايز الشكل دوت. فالحاجات دي لو هتجيب حد يعملها لك ممكن يعد سنين. عشان يعملها لك. ده بيعملها في سويني ويبدأ يعمل لك كزا حاجة. وهو اوتوماتيك بيعدل يعني لو انت قلت الحيطة دي هتبقى حديقة. يبدأ يطرح لك من المباني ويبدأ يقسم لك الغرف ويعدل لك المساحات. هنشوف فيديوهات لكده هتلاقي المضوع اقوى جدا. هنا بتقول له انا عايز المبنى هوت طيب انا عايز اغير فيه تقدر ان انت تشتغل عليه. كل يعدل لهم لك كلها مرة واحدة. ويجيب لك دراسة التأثير الحاجة اللي انت عملتها على المباني والسكن الحاجات دي كلها. هنا مسلا اول ما بتعمل اي تعديل سواب بيبدأ ان هو يعدل لك كل اللي جوا. يعني انت مسلا صغارة الحمام. فهيبدأ يلغى حاجات من من الفيتشر اللي موجودة. تمام? بالشكل ده وقت. هنا برضو فينش سري دي. بتبدأ تديلو كتعة ارض وكل ما تغير كل حاجة بتتغير زي ما انت عايز. يعني مش تلاقي نفسك نسية ان انت تضيف حاجة. هو اوتوماتيك بيدف لك كل حاجة. ويبدأ يقسام لك الغرف. ويبدأ يضيف لك غرف. ويبدأ يفكر معاك بشكل حلو قوي. تمام? اول ما بتغير المساحة كل حاجة بتتغير. يعني لو ركزت على اي حاجة كل التأثير بتغير. اربع متر غير تلاتة متر وهكذا. ده ما تبع اسمه فورما اي 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 ده تبع اوتو ديسك وده بيتكمل مع الريفت وقوي جدا جميل جدا. عملت عنه فيديوك كتيرة فهتلاقي الروابط هيت. تمام مع البرسنتيشن. تقدر ان انت تجربهم وان شاء الله يعجبوك. بتدي له كتعة ارض وتقول له طب انا عايز اشوف تأثير السي اوتو. تأثير الدوضاء. تأثير ان انا عايز اشوف كم مبنى هيشوف مثلا برج القاهرة او اي مبنى مميز قريب. هشوف البحر. فيديك تصمات كتير جدا. ويقول لك ده افضل تصميم اللي من خلاله كل شوق تشوف البحر فبسعرها اغلى. ده برضو تبع شركة اسمها الفا بت اللي هي الشركة بتاعة جوجل. بيستخدم الذكاءة الصناعة في ان هو يعمل تطوير للتصمات والتطورات الحضارية. فالناس اللي شغالة في تصميم المدن هيجبها جدا الموقع القوي دوتس. بالذكاءة الصناعة تقدر تعمل تقسمات كتير جدا للمباني. عندنا برضو الموقع ده تقدر يعمل لك تحليل الاضاءة والطاقة والصوت وراحل حرارية كل حاجات دين. اي تغيير هتعمله هيكون تأثيره ايه على المباني اللي جوه وتأثيره على آآ راحة الانسان. ده وردو بيعمل لك تصميم لي الفلور بلان بطريقة سريعة جدا ويوفر معك الوقت. ده بيعمل لك دراسة للاشعية وتصميم الواقع. كل حاجة هتلاقي رابط الموقع ورابط اليوتيوب لو انت حابب ان انت تتفرج على اليوتيوب بتشترك في القناة زي ما انت عايز. برضو هنا اعمل لك تصميمات كتير جدا بدل ما بتاخد وقت يبدأ يوفر عليك الوقت. ده موقع سمودشتل بلوف فوم. كلمت معاهم وبدوني صلاحيات يعني ان انا استخدم الموقع بتاعهم فترة. لو انت طالب حاول ان انت بقي ميل الجامعة تقدر تاخد نسخ تجربية من كل البرامج اللي موجودة ومن اوتو ديسك ومن ادوب فالميل بتاع الجامعة بيفرق كتير جدا معك. ده موقع مسلا اركي تكست تقدر تقوله انا عايز تصميم كذا فزي شاس جي بيتي لكن هنا بش هيرد عليك بكلام هيرد عليك بتصميمات معمارية يعني يعمل لك فلور يعمل لك سيكشن يعمل لك تصميمات جميلة جدا. هنا لو انت مصمم حضاري فتبدأ تديله قطعة الارض ويبدأ يعمل لك تأسيمات حلوة جدا عليها. عندنا مسلا مس موشن ده بتديله المول مسلا فيبدأ يعمل لك دراسة لحركة الناس هل انت محتاج تضيف باب محتاج تضيف مصار اخر وده بيستخدم في الحرم المكي والمدني وبيستخدم في الاستدادة تدكوره على الحاجات دي كلها. بس انا صراحة بيستخدم برنامج تاني اسمه اني لوجيك. اني لوجيك حلو جدا وشرحه وبالتفصيل على القناة بتحدي. هنا ممكن تديله مثلا حاجة اسمها جنالاتف زاين. جنالاتف زاين دي محتاجة محاضرة كاملة لوحدها ان انا بديله حاجة معينة وقل له يبدأ يعمللي تصميم كتيرة جدا زاي مسلا ايه ادلوه عمارة وقل له اعمللي أكتر من التصميم فيبدأ يعمللي تصميم كتيرة جدا. جنالاتف زاين. ممكن ادله غرفة وقل له اعمللي توزيع الكراسي ويعمللي تصميم كتيرة وأنا اقول له انا مش عايز التصميمات اللي يكون فيها شكل دائري او شكل مربع. وابدأ اختار التصميمات اللي مش عايزة. ودي على فكرة موجودة في الريفت بس لازم تكون نسخة بتاحتك اصلية او تعليمية. لو عندك ايميل جامعية هتلاقي فيها المقصة دي. ده برافايم بيبدأ يديلي تصميم كترة جدا وكل واحدة فيهم بيقول لي دي هتبقى كام غرفة دي الماكسب بتاعها يبقى كزا. ويبدأ يديلي تصميم وانا ابدأ اختار او استسلي اللي انا مش عايزة. وتقدر تعمل الحاجات دي من خلال الدينامو. او من خلال يعني الريفت جواهة او حاجة اسمها الدينامو. الجراس هوبر ده ده هو الرينا. تمام? هنا الفيديوهات شرح وهنا فيديوهات الشرح. لكن خلينا نشوف بقى حاجة جديدة لسه نازلة جديدة في الرينا. ده عبر عني ان انا هنا بكتب هنا شاتجي بتي هو او حاجة زيه فاسمه وانكلك الاسي ايه. بقول له عمل لي تصميم يكون في كذا وكذا وكذا. فبيعمل لي التصميم. طب اطراح لي كذا. طب زود لي كذا. طب عمل لي كذا. فبيبدأ ان هو يمشي معي خطوة خطوة ويبدأ ان هو يعمل لي التصميم بالشكل دوت. فديه اللي هتبقى موجودة بعد كافة لو تكادوا في الريفت. ان انت بش لازم تحفظ اماك الحاجات ده ممكن تكتب له. تقول له انا عايزك تعمل لي شكل مبنى يكون في اه الدور الاولين كذا والدور التاني كذا والتالي كذا. يبدأ يعمل لك التصميم اللي انت عايزه بمجرد الكتابة. ده بش خيال علمي ده اللي موجود فعلا حاليا. ده موقع ببديله التصميم وهو يبدأ يعمل لي تحليل للانارة الطبيعية وتحليل للسدامة. تقميم جدا موضوع للسدامة لانها مطلوبة جدا. ولانها انت بتصمم لاجل الانسان فلازم يكون هو الانسان عمارة من اجل الانسان. في صفحة اسمها عمارة من اجل الانسان. ياريت الناس تشارك فيها تستفادوا منها فيها معلومة حلو قوي. وانت بصمم من اجل الانسان عشان ربنا يارضى عليك. يعني خد الكلمة دي وفكر فيها هتفهمها بس محتاج ان انت تفكر فيها. ده المنصة لو انت بتتكلم على الحاجات الانشائي فده هيساعدك جدا ان انت تصمم حاجات انشائية. تمام ده برنامج جسم ماجي كاد ده بيصمم حاجات جدا في الكهروميكانيكال تمام فلازم ان احنا ايه? احساس بتاع الكهروميكانيكال بيزعالهم. تمام? دي حاجة للكهروميكانيكال. دي تحويل الكتابة الاتوكات دي. يعني انت تكتب هو يطلع لك لواحد اتوكات. تقول له صمم لي اتوكات كزا. ده موقع ممتاز جدا. ده مصممه دكتور محمد عبدالشكور. حاولوا ان انتوا تخشوا على الموقع دوت وتعملوا حساب. ده ممكن اتديره مسلا تصمات ويبدأ يعمللي حاجات بشكل قوي جدا. دي التولز اللي موجودة. الحاجات مسلا بتعمل الرندر للإنترور اي اي اي. يحسن لك الرندر. ممكن تقول له عمل لي الكونسبت. يبدأ ان هو يعمل لك كونسبت. ممكن تقول له تيكست يحولها لك لصورة. تمام? خلينا نشوف انا عملت بعض التصمات من ان خلاله. لا بدي بش في تحتنا. دي مسلا دي كتت حاجة تبع غزة. اديته شكل حقيقي. وقلت له اعمل لي التصمات لها. فبدأ يعمل لي التصمات. اه هنا. اديته صورة وقلت له اعمل لي رندر بشكل معين. فاعمل هالي بشكل رائع. ده اللي احنا استخدامنا اسكتش تو امش. اديته صورة بابيض و سود وهو رح محول هالي لصورة الحقيقة. تمام? الحمد لله هارد بتاع التحرق فمعنوش صور دلوقتي. تمام? لكن هو الموقع آآ قوي جدا ويعني جربناه حكي تري جدا في الشغل الحقيقي ومنتزج جدا زي مثلا ادينا له صورة للمبنى هندسة وقلنا له اعمل لنا بقى رندر باكتر من الاسلوب فعمل لنا حكي تري جدا. ده روم جي بي تي ده ممكن تستخدمه كموقع او ممكن تسطب التولز على المبايل بتصور غرفة وتقول له اعمل لي رندر فبيبدا ان هو يعمل لك حسب الستايل انت عايزه وهوم ستايلر ده موقع سهل جدا في استخدام عجبني جدا. بيلاقي آآ اداية اسمها ايفلوف لاب تشغل جوه الريفت والراينو وبرامة كتير جدا. ممكن تدروا اي حاجة وتقول له وصل بينها او اعمل لي تصميم. او اعمل هالي رندر اداية قوي جدا بشغل بالزاكة الصناعي. نقل رهب جدا في زاكة الصناعي. يعني هنا مخارج الهواء قلت له وصل بينه فاداني تصميمات كترة جدا. واكتراحات وكل توصيله بيقول لي انت كده هتستخدم قد ايه آآ من الآآ من الدقطات والدقطات المرنة هتستخدمها قد ايه. هنا مسلا قلت له اعمل لي رندر للصورة ديت. مبنى حييه فبدأ اعملها اللي في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع والخريف وهكذا. هنا ساعدني في جينيريوتوب ديزاين ان ادي نتصميمات كتيرة وبدأ اختار منها اللي انا عايزه. طيب دي حاجة بقى اسمها automated compliance check. ده برنامج اسمه solibri. ببرمجه ايه بش ببرمجه بكتابة برمجه لا ده انا بديله قواعد معينة. اعمل check ان ما فيش عمود اطول من كذا. اعمل check ان ما فيش غرفة وما فيهاش باب وما فيهاش شباك. ومساحة الشباك دي تكون قد ايه من مساحة الغرفة. فبديله قواعد ويبدأ ان هو يعمل check مثلا الفاير دور. الريتنج هدي ايه وهكذا. طيب بالنسبة لconstruction عندنا ادوات كتير جدا بتفيدنا في حاجة زي كده. زي مثلا هو يرائب لو حد يدخل وبيش لابس سيفتي حزاء سيفتي شو سيفتي يبدأ يدي انزور. لو حد بيستخدم السلم بشكل غير سيفتي يده يديني انزور. لو حد يدخل في مكان غير مسموح بيه يدي انزور. ده open space. ده الواحد بيلبس حاجة خوزة بيقفها كاميرا فوق. وطول ما انت ماشي بيبدأ ان هو يكتب ويسجل لزكاة فيها مشاكل. الزكاة يصنع ما يكون يفيدني في ايه? انا اقترحت لهم حاجتين. ان هو طول ما انت ماشي. لو لأ خطأ. انا بخدتش بالي منه. لكن هو انا بخدت بالي من حاجة زي كده في مشروع تاني. يبدأ ينبهني ان في خطأ في كذا كذا كذا. يبقى يخلي بالك منه. والحاجة التانية ان لو لأ حاجة اتبنت. يبدأ يسجلها عنده في البرامافيرا ان الحاجة دي اتنفذت اكشوال في اليوم الفيليه. بحيس ان هو يوفر وقت على البلانر. هنا بيرائب الوتيرة تحت الشغل ويشوف هل احنا ماشيين بنفس الكونسيبت او بنفس الطريقة اللي احمد فينا عليها ولا في مشكلة. هنا سيفتي لو في حد اخطأ او في حد بيش ماشي بشكل حلو يبدأ ان هو ينبهه ايه ده ايدي انزار يوقف الشغل الحاجات دي كلها. هو بيتعرف على كل الصورة. لو في اي حد لابس بش لابس الخزة يبدأ ان هو يدي انزار. طيب بالنسبة للحاجات الخاصة بيه وكده فعندنا ادوات كتيرة جدا زي ان هو يكتشف السيارات لو في اي حاجة فيها مخالفة يبدأ ان هو ينبهني حد ماشي بسرعة. في بيبدأ يديني اشارات لكل حاجة موجودة حد مخالف الاشارة المرور وهكذا. لو في اي مشاكل في الطرق يبدأ ان هو ينبهني ان فيه كسر فيه شرخ فيه تشققات. يبدأ يكشف كل حاجة من خلال الاقمارة الصناعية من خلال الكاميرات من خلال كل حاجة فيبدأ ينبهني للشوارع. يقدر ان هو يسنتج الصور من اماكنها ويفهم الاشجار واللافتات وشارة المرور. والحاجات دي يعمل لها update على الخرايط زي خرايط جوجل وopen street mail. يقدر اكتشف اثار البناء وقطعات الطريق وحدود الارض وكل حاجة. لو في اي اماكن في تجمعات مطارية يبدأ ان هو ينبهني لها. ممكن نبني مباني سلسية الابعاد بمثلا city engine. طبعا لو حد بيستخدم حاجات دي حاولوا تستخدم حاجة ال open source زي QGIS ده ممتاز. لو في اي crash يبدأ ان هو ينبهني لها. ده اللي هو الجيو اي اي. لو انت عايز بقى اتعلم زكاة صناعية هتسيب لك في ال presentation حاجات بالتفصيل. لو انت عايز تتعلم مثلا حاول تتعلم بايسون حاول تتعلم لغة زي برولوج. آآ ممكن تستخدم زكاة صناعة في حاجة كترة جدا. الزكاة صناعة تقدر تشتغل بغير برمجة لكن لو تعلمت برمجة هيسهل عليك كتير. في لغة اسمها ring دي اللي عملها واحد مصري اسمه محمود فايد وكنت شرحتها بالتفصيل. من ضمن الناس اللي شاركوا في شرح اللغة دي بشكل كويس جدا. والبي دابلو سي تي برضو. البرورجامج وزاوك كود تكنولوجي. ودي اهم الكورسات اللي انا اخدتها واستفدت منها فاتمنى الناس برضو آآ تاخدها واستفاد منها. دي افضل موقع من وجهة نظري تبدأ ان انت تجربها وتشوفها. دي لو انت عايز بقى شوية كتب وتفاصيل وحاجات زي كده. ابدأ استعين بي المصادر دي وده التواصل لو انت حابب انت نتواصل مع بعض ان شاء الله اتشرف بازن الله. شكرا لكم وشكرا لمعهد هندسة كونجورة الطيران وبالتوفيق دايما ان شاء الله.